الوكالات البنكية لمختلف المتعاملين العموميين بحر الأسبوع المنتهي أزمة خانقة في التموين بالعملة الصعبة حالت دون تمكين مئات المسافرين من الضفر بالمنحة السياحية التي تراجعت منذ شهرين لتلامس مئة أورو مصادر بنكية بررت الوضعية بتزامن الطلب الواسع على العملة الصعبة مع بداية الأسبوع وتأخر البنك المركزي في إداع كمية جديدة من الأورو بحسابات البنوكية العمومية منحة العار كبوس دائم كلما فكر الجزائريون للسفر نحو الخارج لتزيد ما تعبهم البنوك في رحلة الحصول على المائة أورو سنويا فمنحة السفر المتوضعة لم تترك خيرا أمام العائلة الجزائرية لقضاء العطلة خارج الوطن سواء الخضوع لارتفاع أسعر العملة في سوق السكوارة التي فقت كل الحدود المنحة هذه لا تكفيش الإنسان حتى يذهب للنزل هذا هو لا يأخذ تاكسي مرة هي قيمة تاكسي من المطار للهوتل المنحة هذه الوطنة يوجد هناك مرة هي قيمة تاهتم وقيمة تأكيد الفكيرين لنشربها كهوة صغيرة وقيمة تأكيد أنا ما يريد أن يجب أن أراد السفر المخلصين 22 مدوه 37 ملايين وكال الجزائريين لا يمكنهم أن يبرمجوا ويقوموا برمجوا 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 في الوقت لا يرى أن يغلقوا برمجوا في الوقت الارتفاع المسجل في صرف سعر الدنار الجزائري مقابل العملة الأوروبية الموحدة لم ينعكس فقط على السياحة بل أخلط أوراق التجار النشيدين في ألبسة الكابة مليون وخمسمائة وثمانين يعطوك صون أورو حاجة قليلة نريد أن نقصر ونريد أن يفهمونا شوية لكننا نريد أن نخرج خارج الدول العربية كلها نريد أن تزير دينار الأرخص 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 نبيحهم غاليين ونمشيون ناش هنا المشكلة تشيري حاجة برمجوا بكاتسون أورو وقد رح تبيحال هنا وعلى تعدد مطالب الجزائريين لمراجعة من حتى السفر نحو الخارج وتوسيع عدد مرات الحصول عليها الوكالات السياحية المتضرر الأكبر رغم وعود الحكومة المتكررة بتنظيم سوق العملة عبر فتح مكاتب للصرف واحتواء السيولة المتداولة في السوق الموازية الجهاز التنفيذي يعجز عن ضبط هذه المعاملة غير رسمية التي تكبد خزينة الدولة خسائر بالملاير وتجبر المواطن على تحمل ضريبة تحددها أطرفا خارج الرقاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر